اشتركوا في القناة وبدأ الصفقات المرتبطة بتولي ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ونرى الذهب في مسار هابط عادل الارتفاعات بمقاوف توترات الجيوسياسية ومن ثم يعود مرة أخرى للهبوط بشكل واضح ربما حتى الآن نرى الذهب هو أصل لا يدر عائد وبالتالي لا يوجد لدى المستثمرين الرغبة في أخذ المخاطرة وبالتالي تراجعات الذهب مصدرها أولا الرغبة بالمخاطرة ثانيا قوة الدولار الأمريكي المرتبطة بتولي ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي يضع ضغوط كبير على أسعار الذهب لكن اللي لاحظنا خالد أنه فيه عندنا مشتري قوي موجود ومستقر في أسعار الذهب وربما قد يمنع الانزلاقات القوية على الذهب حاليا ممكن نشوفها كمستويات دعم أساسية للذهب تقبع عند مستويات الـ 2585 دولار للأنصة كمانع حقيقي لتراجعات أكبر على أسعار الذهب وذلك يهيئ عودة الصعود وربما قد ينهي العام الذهب على عكس التراجعات اللي شهدناها مرة أخرى قريب الـ 2700 دولار للأنصة رائد خلنا نقرأ أيضا هذا التوعد بفضل رسوم التعرف الجمركية على هذه الدول كيف تقرأ المشهد هذا بالتحديد أيضا على حركة التجارة العالمية وأيضا بالتحديد كذلك على قطاع التصديق نحن نشوف أن ترامب استخدم هذه الأدوات سابقا ربما الوضع في بعض الاقتصادات أحسن مما كان عليه في 2018 عندما كان قد فرض هذه الرسوم وذلك يعود إلى عودة الانتعاش بعض الشيء سبلاي أو سلاسل التوريد لا تزال فعالة بشكل أو بآخر ذلك ربما يؤكد على ضرورة تغيير مشهد العلاقات التجارية حول العالم وليس فقط الضغط ربما قد تتجه الصين إلى علاقات تجارية نان يو اس اللي هي ما تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر من اعتمادها على الاقتصاد الأمريكي يعني مركز رئيسي لصادراتها في الفترة القادمة وفي نفس الوقت يعزز من قوة الدولار الأمريكي من خلال السياسات الحماية التي يتبعها ترامب بشكل عام نحن عم نشوف نوع من الكايوس الفوضى ولكنها ممنهجة لتغيير المراكز المستثمرين في الوقت الحالي ولكن الإيجابية موجودة أسواق الأسهم لا تزال تصعد بالاتجاه يعني بالاتجاه الصعد مستمرة ولكن تغيير في المراكز في مراكز الشراء بما يتعلق بالترامب ستريد أكثر من ما كانت عليه سابقا خلنا نذهب شوي أيضا في السؤال الأخيرة رائد أو كنت تحرك عن بيانات أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع بالنسبة ليابان إنخفاض بأكثر من المتوقع بالنسبة لبيانات أسعار المنتجين هل من شأن ذلك أنزيد الغغوط التضخمية سيؤثر في زيادة الغغوط التضخمية أيضا؟ حقيقة هذا يبرر للمركز الياباني التصريحات السابقة بأنه يتجه إلى رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع أسعار المنتجين أي يوجد هناك ضغوط تضخمية فعليا تحدث بالنسبة للاقتصاد الياباني ويضطر المركز الياباني في مثل هذه الحالة لتوجه نحو رفع أسعار الفائدة وربما ذلك قد يوقف نزيف الياباني بعض الشيء أمام الدولار الأمريكي الذي يتصدى لمعظم العملات الرئيسية بارتفاعات قوية فعليا ويبرر كما ذكرنا للمركز الياباني ربما يضغط ذلك على التصدير أو على صادرات اليابان ولكن المخاوف التضخمية تطغى حقيقة على قرار المركز الياباني وبالتالي التوجه نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من المركز الياباني وارد جدا وذلك سوف يحقق نوعا ما ضغط أكثر بالاتجاه المنخفض على الدولار ين في فترة القرارة رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة تيكوتي شكرا رائد شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة